ورجعنا مرة تانية مشاهدينا ونبدأ أول يومنا النهاردة بفقرة الصحافة عشان نعرف أهم المنشطات والأخبار الموجودة في جميع الجرائد النهاردة معنا فأول فقرة من نهارك سعيد هيكون منورني في الستوديو الأستاذ أسامة عبدالعزيز مدير تحرير الأهرام صباح خير يا فندم صباح خير أخبار الجو إيه النهاردة؟ الجو كويس النهاردة حبري أحسن يعني كفاءة نحن نشوفك سعيد الأخبار إيه خليك أول أخبار بتاعتنا كانت على نسرد الأخبار مع بعض المشاهدين نرجع نتكلم عنها خبر خبر أول خبر معنا في الأهرام احتواء أزمة صحب الثقة من حكومة الجنزوري المصر اليوم صفحة أولى المشير ينزع فتير التوتر بين الجنزوري والبرلمان الشروق صفحة أولى 350 مشتاقا للرئاسة الأهرام صفحة أولى تيسيرات جديدة لتوكيلات الترشح للرئاسة والإخوان حددت مرشحها الأخبار صفحة خمسة ورابعة أبو الفتوح يجمع 23500 مؤيد يليه عمر موسى وأبو اسماعيل والصباحي الشروق صفحة أولى الأعلى للقضاء يحقق مع عبد المعز بعد ساعات من عودته لمصر أما المصري اليوم صفحة أولى أبو النجا للبرلمان يمكن الاستغناء عن المعونة الأمريكية بسهولة الشروق رفع تعويضات الشهداء لمئة ألف جنيه آخر خبر معانا في الأهرام صفحة أولى 57 قتيلا في مجزرة دموية مروعة في حمص أول خبر أستاذ أسامة هو احتواء أزمة صحب الثقة من حكومة الجنزوري طبعا ده الموضوع اللي شغل الرأي العام في مصر والميديا بشكل عام سواء كانت مقرؤة مسموعة مرئية على مدار 48 ساعة الجميع تخيل أنه البرلمان المنتخب من الشعب بات له حزوة وهيبتدي يفعل دوره ولما حصل بوادر أزمة مع الحكومة أعلنوا بالفعل في البرلمان أنهما هيبتدوا ياخدوا إجراءات صحب الثقة من حكومة الجنزوري ليه حكومة إنقاذ الوطني المؤقتة طبعا فيه أمور كثيرة حدست خلقا اعتبارا من مساء أمس أو الأمس حتى صباح أمس تم فيه احتواء الأزمة اتصالات على أعلى مستوى تدخل فيها بشكل واضح جدا المشير محمد حسين تنطاوي باتصالاته مع الجنزوري واتصالات أخرى مع الكتاتني في مجل الشعب أسفرت عن احتواء الأزمة وطبعا البرلمان غاب عنه حاجة بس مهمة هو استند للمادة 33 في الإعلان الدستوري واعتقد إنه هذا الأمر يخوله سحب الثقة من الحكومة لكنه في المقابل تناسى نصوص المادة 56 من الإعلان الدستوري اللي احنا استفتين عليه يوم 19 مارس اللي بتقول إنه صاحب الحق الوحيد في إقالة أو تعيين الحكومة هو المجلس الأعلى المجلس العسكري اللي بيقوم بدور الرئيس وفقا لأعمال أو نص مواد الإعلان الدستوري اللي تم الاستفتاء عليه المهم الصحافة شايفة ده زي بقى؟ لا طبعا بعض الصحف شايفة إنه هناك خايبة أمل وده عبر عنه النهاردة في مقاله في المصر اليوم الدكتور حسن نفع بوضوح يعني كان بيتمنى إنه يتم إقالة حكومة الجنزوري أو على الأقل إن هي تتقدم من تلقاء نفسها بتقديم استقالة ويتم تكليف حزب الأغلبية اللي هو حزب الحرية والأعدالة بتشكيل حكومة وبعدين لأنه حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية هو منتخب من قبل الشعب يبقى عندنا برلمان منتخب وكذلك حكومة ممثلة للشعب لكنه ده لم يحدث بعض الآخر يرى إنه ما تدخل المشيطة طاوي في هذا الأمر كان رائعا كان رائعا للغاية في هذا التوقيت لأنه الأمور في بر مصر النهاردة صارت لا تحتمل أي اختلالات الفترة الانتخالية الباقية هي لا تزيد على أربعة أشهر والأزمات زي ما قلت عديدة ومتنوعة ونحن في حاجة إلى حد ما من الاستقرار لأنه إحنا بشوف أحوالنا الاقتصادية أو الانفلات الأمني على جانب آخر كل هذه الأمور هتؤدي إلى مزيد من التحقيد هيورطنا في أمور الشعب النهاردة صارت لا يحتملها عندنا مشاكل أخرى في المأكل باتت في حاجة إلى تدخل سريع من إحنا مش قد دلوقتي أي تغيرات خالص إحنا دلوقتي بنفكر إزاي مصر يكون لها رئيس المنتخب والانتخبات تعدي بمنتهى الشفافية أكيد هنتكلم ده برضو في الأخبار اللي جاية معانا في المصر اليوم نكمل بس المجلس الشعب والمشير واللي بيحصل ما ينخش على انتخابات الرئاسة المشير ينزع فتيل التواطر بين الجنزوري والبرلماني أعتقد برضو مكمل للخبر الأبلي أما ده اللي أنا أقول تعليه إنه هو حصل على أعلى مستوى اتصالات من مساء أول أمس بعد ما الحكومة غابت عن الجلسة المسائية واضطر فيها الكتاتني إنه يرفع الجلسة بعد دقيقتين فقط لأن الحكومة مش موجودة وده أمر طبعا تبا هناك شيئا ومما كان الموضوع غاية في الحسية المفترض إنهم كانوا يتناولو وهو خاص بالحمة القلاعية اللي ضربت مصر جميع محافظات مصر طبعا وتصير حالة من الرعب هل هذا الأمر كمان المرض ده بينتقل من الحيوان للإنسان ولا ده مجرد تخوفات لكنه وزارة الصحة حسمت هذا الأمر وقالت إنه ده مستحيل إنه ينتقل من الحيوان إلى الإنسان الأمور الأخرى طبعا يعني محتاجة نوع من أنواع عادة ثقة لدى الرجل الشارع المصري في هذا الأمر بالتحديد لازم لأنه أعتقد أستاذ أسامة أنه فيه أريدي بعض من اللحوم قبل اكتشاف الأمر بعينه نزلت السوق أعتقد فأنا عايزين نعرف اللحمة دي ممكن بعد أكلها تعدي الإنسان لا ما خلاص ما فيش انتقال للإنسان خلينا نفس دي مستحيل وفقا لآراء وزارة الصحة والأطباء الحاجة التانية أنه هذي لهم حتى لو كانت مصابة هي مجرد غليها وطبخها يعني تأكدي تماما بنطمن المشاهدين أنه ده أمر يعني لازم نستبعده تماما مفيش خوف منه لكنه يعني هو السؤال يا وزارة الزراعة دي بتعمل إيه ده الغريب بقى أنه احنا اكتشفنا أنه مفيش أمصال أصلا هذه الحيوانات لا تحصن مفيش جرعات لا مش معقول دي معدومة جديدة حضرتك على حكرا يشوفي يما تقري الأهرام النهاردة الصفحة 14 يعني عندنا طبعا زمنا محمد غاني وزي المزارع وصاحب الحيوانات ازاي بيسكت على ده لأنه هو بفضل أنه الحيوان ده أو الجموسة أو البقرة دي يعني حياته عيشة كلها وفقط كان بيحصل ليه الحيوانات المؤمن عليها نسبة الحيوانات المؤمن عليها من اللي مش مؤمن عليها طبعا النسبة يعني هتكون مضحكة لما نقول النهاردة استراد مئة ألف جرعة جرعة لقاح من الإمارات لمواجد الفيروس ده يعني ده كمان من الإمارات بعدين تصنيع المحلي اللي أعلنوا عنه وزارة الزراعة ده بيستغرق على الأقل من ثلاثة إلى أربعة أسابيع يعني تكون الصروة الحيوانية تقريبا انتهي احنا قصاد كل المشكلة بنواجه مشاكل كتير جدا لا أنا عندنا بس أزم في النقطة دي ما زال يغيب عن الحكومة المصرية أو القائمة على أمور البلاد انه يبقى عندنا إدارة اسمها إدارة أزمات صحيح كل أزمة بتحصل بنروح ننادي بالمسألة دي ومع هذا الأزمة بتتحل فبننسى الطلب اللي احنا عايزينه يتمنى انه الرئيس المنتخب القادم يبعى في أجندته أو أولى أولوياته وانه يكون عندنا حاجة اسمها إدارة الأزمات دي حاجة مهمة جدا ناو سيدا موجودة في كل العالم خاصة إدارة الأزمات دي أو موجهتها إدرسات سياسية والإعلامية كلها بتؤكد على هذا المعنى لكنه للأسف نتمنى نشوف ده إن شاء الله في الأجندة اللي جايزة محردك بتقول الشروق 350 مشتاقا للرئاسة يعني إن شاء الله مصري بقى ودمر خفيف يقولك يعني هو اللي مش هيرشح نفسه دلوقتي هيقع عليه غرامة أو لي 350 ده رقم يعني أنا طبعا أنا معترض على كلمة مشتاقا يعني تقديري لجريدة الشروق إنما خليني بس أقول إنه دي سمرة من سمرات السمرات الإيجابية لصورة 25 يناير إنه يعني هاخد بس رأي صديقنا وزمنا أكرم الأصاص لما بيقول إحنا كان عندنا احتباس رئاسي ده صحيح يعني على وزن الاحتباس الحراري إنه من سنة 52 لا 52 إيه ده من أيام الملكية فكرة إبعدين بقى ابتدنا من 52 حتى 2011 ما كانش عندنا حاجة سمرة انتخابات رئاسية مجرد كده حاجة فورفن يعني أبدا طول الوقت عمران ما كنا بنشارك حاجة يمكن حتى ما حدش كان يجرن هو يقف قدام رئيس السابق خاصة المبارك يقول أن عايزة رشرح لا ولا حصل كان دكتور أين نور ودكتور يعني كان في بوادر إنما طبعا كتمثيلية هي أقرب إلى التمثيلية طبعا لأنه كان عندنا الحزب الحاكم الحزب الوطني السلطة التنفيذية كلها في إيده وبالتالي مهما يعني كان أي مرشح عمل لا يمكن كان هيصل إلى نسبة معقولة من التصفيد على أي حال خلينا 350 مشتاق ده إنه زي ما بقولك إنه يعني خلينا بس إن ننظر لها نظرة تحليلية إيجابية يعني طبعا أنا أنا شخصيا نظرت إليها نظرة إيجابية إنه الناس عندها عطش إلى أو اشتياق لأن هي تشوف هذه المسألة أو تمارس هذه التجربة إن هي تروح البعض منهم مش مصدق فبيروح اللي راح بمتسكلي واللي راح لابس شب شب واللي راح آه طبعا حصل يعني واللي راح قال أنا يعني الرسول جالي في المنام فاستخرت وروح على أي يعني في بعض منهم طبعا منتظر إنه الكاميرات توجهه وتصور الشهرة الشهرة طبعا البعض البعض منهم يعني بنسميه يعني بيتمنى إنه يبقى معاك رني ولا بيطلع كارت بيبقى مكتوب فيه مرشح رئاسي سابق ولا مرشح رئاسي يعني أمور مختلفة لكنه الجدية هتظهر حين تجميع التوقعات سواء تلاتين توقيع من أعضاء مجد الشعب أو تلاتين ألف توقيع من خمستاشر محافظة من الشعب طب إحنا لو رحنا مثلا للأخبار بتقول إنه أبو الفتوح يجمع 23500 مؤيد يليه عمر موسى وابو اسماعيل والصباحي أي الرأيك إيه؟ يعني إحنا عارفين إن المنافسة في الآخر هتكون ما بين سبع مرشحين على رأسهم منصور حسن بالإسم كده هيبقى التنافس بين سبع مرشحين إن لم يدخل عمر سليمان حلبة السباق إنما أنا أتكلم على المرشحين المحتملين اللي يتداول والنهار ده عندنا منصور حسن ثم أمر موسى ثم أبو الفتوح ثم حمدين صباحي ثم العوة وصلاح أبو اسماعيل صحيح التيار الإسلامي العدد المرشح منه واضح إن عددهم أكبر لكنه المنافسة من وجهة نظرية هتنحاصر في هذا الإطار طبعا الدكتور عبنم أبو الفتوح شخصية يعني سياسية بارعة منذ كان طالبا في الجامعة محدشين سدي الموقف العمل وأمام الرئيس أنور السادات لما الرئيس أنور السادات احدد عليه عبد منهم فتوح يعني ده حدثة وقعة شهيرة جدا كان بيوجه نظر الرئيس الراحل أنور السادات إنه من حاوله من المنافقين لكنه يعني رده بعنف وقال له أوقف مكانك أوقف مكانك ودي وقعة معروفة جدا والوقعة دي النهاردة لما بنشوفها يعني الشباب أو ليهم حق التصويت في الانتخابات الجاية احنا عندنا خمسين مليون مواطن لهم حق التصويت لما بيشوفوا الحدث ده بيقولوا مين عبد من المفتوح بيبتدوا يتعرفوا على سرته بيجدوا إنه سيرة بيضاء ناصرة أنا مش بعمل دعاية لعبنا من المفتوح صحيح أنا بحبه على المستوى نحن ملحي موقف لكنه موقف يعني يحسب له عبنا من المفتوح بقى كمان من أحد مميزاته عكس الآخرين إنه مش من المقربين أو اللي عملوا مع النظام السابق كان خارج الخلب لكنه عندنا يعني أنا طبعا آسف إنه كنت بطول عليك في السؤال ده أنا عارف إنه دهمنا إنما عندنا عشان ندي المرشحين حوهم بس ما نقولش إنهنا من حزين لعبنا مفتوح عندنا عمر موسى أيضا من الشخصيات اللي لها بريق وليها مواقف واضحة في السياسة الخارجية المصرية ضد إسرائيل بالتحديد وضد مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ويعني بناء على تدخل من أعتقد كمان إن الأستاذ عمر موسى يعني يمكن معروف للناس أكتر وصيته أعلى أكتر من بعض الآخرين نموز أجوابها يعني يعني بس نتمنى إنه الشباب ياخدوا فرصة ويعني نتعاطف لحد ما ده من وجهة نظلة شخصية على مسؤولية مع حمدين صباحي نتمنى إنه يعني سن بس لإنه أنا يعني أحد أطراداتنا كانت على الرئيس المخلوع إنه وصل أربعة تبنين سنة برضو المرشحين سنهم يعني واضح نطاعم في السن نتمنى بقى الأصغر هو لكل فرصة إن شاء الله على المهم المشهد ده هو مشهد يعني زي ما نقوله فيه مغامرة نقول مغامرة فخلينا نشوف المشهد ده ممكن هيعدي عليه وكيد إن شاء الله هيكون معانا حضرتك عشان نتكلم أكتر عن المشاهد اللي هنشوفها الفترة اللي جاية وأنا بشكرك جدا حيانا وورتنا النهار ده نهارك سعيد أشكرك مشاهدين كان معانا الأستاذ أسامة عبد العزيز مدير تحرير جريدة الأهرام الكلام نهار ده عن بعض المنشطات الموجودة في الجرائد هنروح للفقرة اللي جاية على طول بس قبل ما نروح لها مشاهدين عايز أقول لكم إنه معانا تقرير هنشوفه قبل الفقرة هو المؤتمر الأول لدعم المشروعات الصغيرة يعني تقرير مهم جدا هو أقيم بقلية التجارة جامعة عين شمس المؤتمر العلمي الأول لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة بدور الضيافة بقلية التجارة بحضور عميد الكلية نتعاي نشوف التقرير فيه إيه ونرجع مرة دا